وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تعزيز التعاون المثمر بين مصر وشركة إيني الإيطالية للبترول معربا عن التقدير للشراكة القائمة مع الشركة وما تنفذه من أنشطة متعددة جاء ذلك خلال استقبال سيد رئيس رئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول السيد كلاوديو ديسكالزي وعدد من مسؤولي الشركة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الإيطالية الحالي والمستقبلية في مصر في مجالات استكشاف وإنتاج الغازي والبترول والتعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة وذلك ترسيخا لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بمختلف أنواعها وعرب رئيس السيسي عن التطلع لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة من جهته أعرب رئيس شركة إيني عن اعتزازه بمسيرة تعاون المشترك مع مصر والاكتشافات والنتائج الإيجابية التي قد تحققت خلال الأعوام الماضية تحت المتابعة الدقيقة لرئيس السيسي ما جعل مصر حاليا من الدول الإقليمية الرئيسية في قطاع إنتاج الطاقة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسات الجمهورية بأن لقاء استعرض تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر خاصة حقل ظهر وتصدير الغاز المسال والتعاون في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة عبر مجموعة من المشروعات لإنتاج حوالي 10 جيجا وات من الكهرباء خلال السنوات القادمة شكرا